من جانب آخر عقد مجلس بلدي الجنوبية جلسته حيث تضمنت مناقشة المشاريع المقترحة للأعوام المقبلة وردود وتوصيات وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني كما تم خلال الجلسة الموافقة على استملاك المنازل المهجورة بمدينة عيسى وإزالة الباع الجائلين في بعض الشوارع ناقش المجلس البلدي للمنطقة الجنوبية في جلسته اليوم عددا من المشاريع والتوصيات من أبرزها الموافقة على إعادة استملاك البيوت المهجورة في مدينة عيسى وتحويلها إلى وزارة الإسكان للاستفادة منها بالإضافة إلى الموافقة على توفيق أوضاع الباعة الجائلين في بعض المناطق بالمحافظة بحيث يتم مضمهم إلى الأسواق المركزية القريبة منهم يرفع توصية لتطبيق النظام على الباع الجائلين لتنظيم العملية من ناحية التحديد أن نطلب من الباع الجائل أن يروح إلى سوق النويدرات أو سوق الرفاع للماكن المتوفرة وعدم البيع في الشوارع والأماكن العامة لنتسبب مشاكل كثيرة كذلك اطلع المجلس على المشاريع التي تم تنفيذها خلال العام الجاري 2016 بالإضافة إلى المشاريع المقترحة للأعوام القادمة ومن بينها عدد من الحدائق العامة في الرفاع وحديقة مرفأ الزلاق وجسر للمشات بين الرفاعين طرقنا إلى بعض المشاكل الموجودة كمشاكل الباع الجائلين ومشكلة السكراب هذه مسألة السكراب في المنطقة الجنوبية مشكلة قديمة موجودة حددت بها حرائق من قبل وأمور أمنية فارتأينا في المجلس أن من الأفضل أن وضع معايير أمنية زائدة حتى لا تتكرر هذه المشاكل التي هي من ضمنها الحراق التي حدثت والسرقات ولمعرفة ما هي الأشياء المكدسة والمخزنة في هذه الأراضي كذلك نقش المجلس تشهيد مواقف للسيارات بمدينة عيسى وطلبات استملاكات لبعض العقارات وتخصيص أرضا لإنشاء استراحة للشباب ومستجدات أرض السكراب في المحافظة أمن المرزوق لمركز الأخبار تلفزيون البحرين